طيب هنا هذا مثال أو هذا كان الواجب في الفعلي أو في إسنادي الفعلي المعتل وأول فعل أو أول نوع من أنواع الفعلي كان معنا هو الفعل ليش؟ الفعل المثال هنا هذا كانت أمثلة على إسنادي الفعلي المثال إلى الضمائر ونحن عرفنا أن الفعل المثال على قسمين إما أن يكون مثالاً واوياً وإما أن يكون مثالاً يائياً المثال الذي معنا الآن مثال يائي يبس فنقول أنا يبست ونحن يبسنا وأنت يبست وأنت يبست وأنتم يبست وأنتم يبست وأنتن يبستن وهو يبس وهي يبسك وهما يبسا وهما في المؤنث يبسة أين هذا؟ هما يبسة طيب لا تنسوا هذا بارك الله فيكم يبسا ويبستا وهذه هذه التأنيس تزعل عليكم وهم يبسوا وهن يبسنا أحسنت والمضارع أن أيبس نيبس تيبس تيبسين تيبسان تيبسون تيبسنا هو ييبس هي تيبس هما ييبسان وهما في المؤنث تيبسان 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 وهم ييبسون أحسنتي ييبسون ليش ييبسوا؟ لا ييبسون هم ييبسون هكذا ييبسون وهن ييبسنا طيب والأمر ييبس أو ييبس مع السكون وأنتي إيبسي طيب إيبسا إيبسوا إيبسنا صح؟ شكرا لكي طيب هذا المثال اليائي الآن عندنا مثال للمثال اليائي عفوا المثال الواوي آسف المثال الواوي عندنا فعل وجلة نقول وجلت وجلنا وجلت وجلتي وجلتما وجلتم وجلتنا وجلة وجلت وجلا أيضا هنا نكتب وجلت طيب وجلت وهم وجلوا وهن وجلنا طيب شكرا أنا أنا هنا بكى سع أفروض نحن نوجلوا طيب أنا أنا إيه؟ أو جل أو جل أو جل أو جل أو جل ونوجل وتوجل أو جل 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 كل هذا نحتاج أن نزيد الواو لماذا لماذا ما حذفنا الواو لأن هذا يوجل وليس يوجل المذكرة أنك كتبت كسرة تحت الجيم صح إذا كانت كسرة لو كانت فعلا كسرة صحيح أن ما فعلت أنك حذفت الواو لكن الحقيقة أننا قلنا أن هذا الفعل هو وجل يوجل كما قلنا في الواجل يوجل طيب طيب وجل يوجل طيب أنا أوجل نحن نوجل أنت توجل توجلين توجلاني توجلون توجل يوجل توجل يوجلاني وأيضا هنا توجلاني يوجلون يوجل يوجل يوجلي أيضا ضعي نقطتين تحت لي هنا يوجل يوجل طيب طيب بعد ذلك عندنا الفعل وقع وقع يقع وقع يقع هنا الفعل يقع مع أنه ليس فيه الشرط الذي هو مكسور العين في المضارع إلا أنه حذفت منه الواو طيب وهذا من الفعل التي خرجت عن القاعدة نحن قلنا وقع يقع وقع كذا يغضبنا النسوة وقعت نعم وقعت وقعوا وقعنا طيب بعد ذلك في المضارع أنا أقع نقع تقع تقعين تقعاني تقعون تقعنا يقع تقع يقعاني تقعاني طيب يقعون يقعنا طيب الأمر يقع ما رأيكم منتم ما رأيكم لا ولا حتى قع غلط قع ألم أقول لكم يرحمكم الله أننا في فعل الأمر في فعل الأمر نحذف الحفة المضارعة شوف شوف الآن نظر إلى المضارع حذفت حفة المضارعة هنا صح هذا بعد حرف المضارعة ماذا عندي عندي حركة خلاص لا نحتاج أن نزيد الألف لأن عندي حركة ثم أضع أو أزيد سكونا في الآخر هنا هذا قع وهنا السكون ما ينفع مع النون فأحذف هذه النون أحذف النون أحذف النون أحذف النون بس سأقول قع قعي قعا قعوا ومع الواو الجماعة نزيد ألف الفارقة هذه قعنا بس قع صح دون الألف خلينا نأتي بهذا سنقول قع قعي قع قع قعنا لا نحتاج هذا الألف وإننا لا ننسى كذلك أن نزيد هنا مقطتين تحت قعي طيب واضح وإحنا عشان قصرنا الكوف يبقى كده الكلمة خطأ عشان إيه قصرنا ليه قصرنا الكوف أنت بتقول أنا قلت قع قلت لي غلط أيوة أيوة قع غلط ليش أيوة غلط لأن قع معناها أنه من فعل آخر مثلا واقع يقع هذا ممكن فعل آخر لا هنا الصرف بالميزان بميزان الذهب كما يقال لأن سبحان الله الحرف أو الحركة الواحدة تغير المعنى من واد إلى واد صح أو لا ألا بعدا لمدينة كما بعيدت ثموت بعيدا بعيدا بمعنى هلكت بعيدا بمعنى هلكت لكن بعدا صار بعيدا بعدا يعني ابتعد صار بعيدا لكن بعيدا يعني هلكت فرأيتم كيف أن الكسرة تغير المعنى فهذا هذه أهمية الصرف قع قعي قع 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 قعنا 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 وأنتم عندكم في القرآن فقعوا له ساجدين أرجو أن يكون واضحا يا شباب لكنها نشكركم على المحاولة الطيبة ما أدري كيف البقية الطلبة ماذا فعلوا وبقية الطالبات هنا شعر أنتم السلام ورحمة الله وبركاته نعم دقيقة طيب رأيتم كيف أن الصرف وكيف أن كتابة هذه الأشياء مهمة جدا ضروري هذا نعم طيب هنا عندنا مثلا مثال آخر للحل آخر عندنا أنا وقعت شكرا لك أنا وقعت وقعنا وقعت طيب بس كان ينبغي أن تكتب حتى هذه الحركة وقعت وقعنا طيب وقعت وقعت وقع ثم وقعت وقعتنا طيب وقعت 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 شكرا وقعوا وقعنا لا تنسي النقطتين هنا ما شاء الله ممتاز ممتازة شكرا لك طيب هنا في الفعل يبست نعم فنقول هنا يبست يبسنا يبست يبست ممتاز إيبس إيبسي نقطتين إيبس إيبس إيبسنا ما شاء الله ممتاز أحسنتي جميل بعد ذلك عندنا الفعل وجلت وجلا وجلت وجلنا وجلت 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 معجلتن وجلت 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 وجلل ت وجلت وجل trips أوجر ضروري الحركات شكرا لك محاولة طيبة وحل رائع شكرا بعد ذلك هنا وجلت وجلنا وجلت 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 شكرا اوجل نوجل توجل توجلين توجلان توجلون توجلنا يوجل نوجل يوجلان توجلان ممتاز شكرا هنا اوجل هذه حمزة وص ما في هنا حمزة فوق طيب اوجل اوجلي ولا تنسي النقطتين هنا لكن شكرا ما شاء الله حل منتاز عندنا هنا ما أقرأنا هذا وقعت وقعنا وقعت وقعت وقعتما وقعتما وقعتنا وقع وقعت وقع وقعت وقع وقعنا أقع وقع أقع كأف آه تقعينا استغفر الله تقعينا تقعنا تقعنا فيه طيب وقعنا شكرا طيب يبست 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 ما طيب يبست يبست أنا شكرا طيب هذا جيد هل عندكم مشكال في إسناد الفعل المثال الآن إلى الضمائر لا طيب الحمد لله إذن عندنا الآن يعني ثلاثة نماذج النموذج الأول مع الفعل المثال اليائي هذا لا يحصل فيه شيء مثلا الفعل يبس يائي بس وإيبس وهذا مرة معنا ورأيناه وعندنا الفعل الواوي الذي هكذا عندنا أربعة نامرة الفعل الواوي أربعة ولا ثالثة مثال اليائي والمثال الواوي الذي كسرت عينه كسرت عينه وحذفت الواو مثل واصل هذا حسب القاعدة والمثال الواوي الذي لم تكسر عينه فتبقى الواو طيب مثل إيش مثل واجه لا يوجل هنا لم تكسر لم تكسر العين فبقت الواو والمثال الرابع لم تكسر العين وحذفت الواو مثل إيش مثل وقع يقع فعندنا الآن أربعة نماذج طيب واضح هذا وأظن في الواجب كان عندنا في الواجب الأربعة نماذج لكن ما أدري أنتم كتبتم ثلاثة ما أدري خليني أشوف كان الواجب الواجب كان ثلاثة وقع ووجلة ويبسة كان واجبا علي أن أضع لكم في الواجب وواصل مثلا حتى يتضح لكم الأربعة نماذج نماذج مع مثال يائي هذا لا إشكل فيه مثال الواوي نحتاج إلى ثلاثة مثال الواوي حذفت عينه أنه وافق القاعدة أنه مكسور العين في المضارع مثل وصل يصل طيب والعكس أنه لم تكسر العين فبقيت الواو مثل واجلة يوجل وهذا الذي خرج عن القاعدة أنه لم تكسر عينه ومع ذلك أيضا حذفت الواو مثل وقع يقع طيب هذه أربعة نماذج لكن لا بس أرجو أن يكون الأمر واضحا وسندخل إن شاء الله في سناد الفعل الذي بعده في سناد الفعل ترجمة نانسي قنقر